السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المهاجرون ومشكلات الاندماج 164-166 على بركة الله إذن صاحب النص تعريف عبداللطيف الفلق المعلومات عن هذا الكتب في مهمة عادمة لكن المتداول أنه محقق ومترجم وباحث بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباق إلى حدود سنة 2004 مصدر من النص نص المهاجرون ومشكلات الاندماج مختلفة من كتاب بعنوان هجرة المغاربة إلى الخارج الصادر ضمن مقبوعات أكاديمية المملكة المغربية سنة 2000 الصفحة 168-170 بتصرف نوعية النص النص عبارة عن مقالة تفسيرية تندرج ضمن المجال السكاني تحليل النص مراحلة النص بدأ بتحليل العنوان تركيبيا يتكون العنوان من أربع كلمات تكون فيما بينها مركبين أول عطفي والثاني إضافي دافة معنوية فائدة التعريف يشير العنوان إلى أن أكبر المشاكل التي يواجهها المهاجرون هي تلك التي تتعلق باندماجهم في المجتمع المستقبل عنوان مصدر النص من خلال مصدر يستدوح أن المهاجرين المقصودين في العنوان من مهاجرين هم المهاجرون المغاربة فرديات النص لإسناس قد يفترض المتعلمون اعتماد على العتبات السابقة أن النص سيحدد المشاكل التي سيواجهها المهاجرون المغاربة بالخارج سيبرز أسباب عدم اندماج المغاربة المهاجرين في دول المهاجر سيقصرح حلولا لتسهيل اندماج المهاجرين المغاربة في بلدان المهاجر بعض الشروحات نحاول أن نأخذ غيرا لما نشوف النص مثلا تواكب تصاحب ترافق نخبة أفراد من المجتمع الذين لهم أهلات مؤينة الفكرة العامة للنص إبراز لصعوبة اندماج المهاجرين المغاربة في بلدان الإقامة واختلاف مواقفهم حيال العودة إلى أرض الوطن الأفكار الجزئية عدنا أربع أو ثلاث فقارات تقرأ الأولى اختلاف أساليب التأقلم في بلدان الإقامة بين أجيال المهاجرين وإصرار الجل الأول على العودة إلى الوطن فكرة الثانية معاناة الجيل الثاني من المهاجرين من عدة مشاكل تتعلق ببناء الهوية الفردية والثقافية وضعف المستوى الدراسي واللغوي وتراجع القيم الروحية والديني آخر فقرة تمكن فئة من المهاجرين من إثبات ذاتها والنجاح بلدان الإقامة بما يجعل منهم قدوة لبقية المهاجرين وصفراء لوطنهم رابعا ما يدل على الإندماج ما يدل على عدم الإندماج لحقول الدلالية وواصل المطالبة بالإندماج بنية تفسيرية موقف الكاتب موقف الكاتب موقف الكاتب من صمود ثقافة ثقافة الموطن الأصلي أمام ثقافة بلدان الإقامة مطالبة تفسيرية الواقع يفرد على المهاجر الجيل أول سيفر بتقافة عائدة إلى وطنه الجيل الثاني يعاني تمزقا بسبب عدم إندماجه المهاجر النجحون في حياتهم هم الذين تأقلموا مع الوضع في بلدان القيقان أساليب كين عدنا المقارنة وعدنا استشهادات وعدنا التأكيد إذن عدنا مقارنة استشهادات والتأكيد قيم نص قيمة اجتماعية دور تأقلم اجتماعي في النجاح وقيمة دينية التشبت بالهوية الدينية خامسا تركيب النص من أهم المشاكل التي يواجهها المهاجرون هو صعوبة تحقيق الاندماج في بلاد الإقامة ففي حين ينتج عن الفشل في الاندماج عودة الجيل الأول إلى موطنه الأصلي في نهاية تجربة الهجرة يؤدي الفشل في التأقلم إلى الجيل الثاني إلى التمزق والتشتت تقافيا والفشل اجتماعيا والدينيا إلا أن هذا لا ينفي وجود فئة تمكنت من التأقلم وتحقيق النجاح في عدة مجالة مما جعل منهم قدوة لبقية المهاجرين وسفراء لدولهم مما يدل على أن التأقلم والتكيف والاجتماعي هو سبيل تحقيق النجاح فلا يمكن لأي شخص أن ينجح في مجتمع معاه وهو رافل لقيم ومبادئ هذا المجتمع إذن نقلو صلوه وسلمه على رسوله